اعتبر مرشح تيار الوسط في الانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمان مغل مكرون مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبين المنافسة الرئيسية له وأكد مكرون في تجمع الانتخابي في مدينة مرسيليا جنوبية فرنسا أنه سيدافع عن الفرنسيين من ذوي الأصول الأجنبية من جانبه شن مرشح اليمين فانسوافيون أجوما شديدا على مكرون الذي بات الأكثر الترجيحا للفوز بالانتخابات ووصفه بالمخادع يتي ذلك في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي أن سباق الرئاسة الفرنسي قبل ثلاثة أسابيع من بدء الانتخابات لا يزال متقاربا رغم أن مكرون ولوبين ما زالا في المقدمة مع تراجع كل منهما بنقطة